الشيخ محمد عبدالنبارك كان يعتبره في استراحة محارب ويسا يعود كذلك بالنسبة للتشكيل الحكومي ولكن اللي حصل طبعا بالنسبة للشيخ محمد وهم ما يبونوا السيناوي يتكرر مثل ما تكرر مع بدر الحميذي لما عادوا توزيره مرة أخذة كان بعد استجواب وبالتالي اضطر لي تقديم الاستقالة وبالتالي اعتقد الآن في استراحة محارب يعني لأنه بدر قصد محمد عبدالنبارك ظلم في الاستجواب اللي قدم له أصلا ما كان يرغى إلى طرحة الله ولكن طبعا خروجه حاليا اعتبر خروج مؤقت لو كان فيه تدوير كان طلع من المسألة هذه أنا قاعد يقول لك من التدوير ما صارت فيه مثل نفس بدر الحميذي في ذاك الوقت ولكن أنا أقول لك الآن الشيخ محمد عبدالنبارك اعتبر خروج حاليا استراحة محارب وسيعود في القادم